موسيقى تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والاربعين لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة ذلك اليوم الذي يمثل نقطة مضيئة ناصعة في تاريخ الشعب المصري والعسكرية المصرية جميع تقدرات جميع اجهزة مخبرات العالم انه ليس في مقدور مصر ان تقوم بما قامت به في اكتوبر 73 ويمكن اطلقوا عليها البعض ممن حاولوا قيموا ما تم في اكتوبر 73 تلت كلمات قالوا الانجاز والاعجاز بكل معانية العسكرية والتكتكية والاستراتيجية بيدرس في جميع عن حق العالم كدروس مستفادة نجحت مصر بعد ثورة 36 زي ما فيه تنمية اقتصادية وتنمية إنشائية فيه تنمية القوات المسلحة بقى فيه قاعدة محمد نجيب بقى فيه حاملات الطائرات قاعدة برنيس كل ده للدراسة الدقيقة إن فيه قوات كارهة لمصر ولو لم تكن القوات المسلحة المصرية بهذه القوة كان المنظر حيتغير جدا جدا وكنا حنبقى مطمع لكل من تساوي الله نفسه أن يفرض الإرادة على مصر لم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة عسكرية بل كانت اختبارا تاريخيا حاسما لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة الدولة بتنفذ مهمها بقوات دولة الشاملة الخمسة السياسية دبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعسكرية مصر حققت بالعمل العسكري وأجبرت إسرائيل تنصاع وقالت سيبونا القوات ترجع وقالوا أنتم هتعملوهم عايزينوا هنعملوهم مفيش عدوان طمضوا على حدود طمضي على حدود مصر حققت استعادة أرضها بقوات دولة الشاملة المصريين ذكروا نقضع فهم قوي قوي المصريين بصوا في عينين القيادة سواء عبد الناصر رحمة الله عليها أو عين أو أنور السادات ولاقوا فيه مصداقية شديدة وفيه إجراءات هم المصريين مش عارفين إيه اللي بيتم كلهم إنما اللي بيدير المعركة بيدير المعركة ما هي معركة مش مش ستة أكتوبر بس المعركة ابتدت من عبد الناصر وقف قدام الدنيا وقال إنما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة ولأن ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة بدأت مصر في إعادة بناء جيشها على أسس مهنية منضبطة استعدادا لمعركة الكرامة وأثبت المصريون للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة من رحم الهزيمة يولد المصر ده خلاصة حرب 73 إحنا في 5 يونيو 67 تعرضنا لهزيمة ما كان الجيش المصري لا يستحقه لأن بكل سوابة التاريخ الجيش المصري صدرت إليه الأوامر بالانسحاب قبل أن يرى أي جندي مصري جندي إسرائيلي مجرد ما تمت الضربة الجوية صدر القرار من قائد العام القوات المسلحة أو القوات المسلحة المصرية بالانسحاب من سينة فلم يرى جندي مصري الجندي الإسرائيلي قدامه وتعرضنا لهزيمة ما كنا نستحقها لقد حقق نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظم تولائهم لوطنهم حرب قيمت من قبل العالم من الحروب ذات المعجزات العالية ليه؟ مش عشان تدمير كذا دباب واحد فرض ضرب كذا دباب أو البطولات الفردية لا عشان العمل الجماعي العالم بره بيقيم العمل الجماعي فحرب أكتوبر كان اسمها حرب الأسلحة المشتركة الحديثة ودي كانت نتاج فكر استخدام الدروس المستفادة من حرب العلماء الأولى والحرب العلماء الثانية هكذا سيظل نصر السادس من أكتوبر مبعث اعتزاز وفخر وستظل ذكريات وبطولات النصر تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل توضح وتظهر مدى عبقرية وشجاعة المقاتل المصري ترجمة نانسي قنقر